بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هذه الآية الكريمة اعتراض على اليهود لماذا يجادلون كل رسول يأتيهم بعد ثبوت رسالته حيث كانوا يجادلون الرسل ويسألونهم أسئلة تعنت ولجاجه لا بقصد التفهم حيث كان أكثر اليهود يتعنتون عن أحكام الله تبارك وتعالى سواء في زمن النبي موسى صلى الله عليه أو في زمن سائر الأنبياء أم تريدون أم بمعنى بل بل تريدون أيها المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله من أهل الكتاب والمشركين أن تسألوا رسولكم سؤال تعنت لا سؤال لا استفهام السؤال إذا كان للاستفهام ولمعرفة الحق فهو أمر مطلوب حسن الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما إذا كان السؤال للتعنت أو كان فيه الضرر فهو مذموم الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم هؤلاء كانوا يسألون الرسول الذي أرسل إليهم سؤال تعنت واللجاجة أن تسألوا رسولكم الذي أرسل إليكم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل إليهم سواء آمنوا أم كفروا وقوله رسولكم هذا ما يختص بالمؤمنين وإنما بمعنى الرسول الذي أرسل إليكم ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة كما سئل موسى من قبل كانوا يأتون إلى النبي موسى ويقترحون عليه اقتراحات ويسألونه أمورا مستحيلة منها مثلا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا كانوا يسألونه ما لا يعنيهم أو ما يضرهم ويوجب حزنهم مثل قوله تعالى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا الله تبارك وتعالى زجرهم عن هذه الأسئلة التي لا ترتبط بمقام الرسول والرسالة من بعد ما تبين لهم الحق ومن يتبدل الكفر بالإيمان يعني يختار الكفر ويترك الإيمان ومن مصاديقه الأسئلة التعنتية التي هي من سمات الكفر والانحراف بعد وضوح الحق فقد ظل سواء السبيل أي ظل وسط الطريق الذي يوصله إلى المطلوب أو بمعنى خرج عن حد الاعتدال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير هذه رذيلة أخرى من رذائر اليهود التي أودت بهم إلى الإنحراف ثم السقوط وهي الحسد ود يعني أحبة التمني المتضمن للحب ود كثير من أهل الكتاب مو كلهم لأن قليل منهم آمنوا وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس كانوا يودون أن يرتد المسلمون عن إيمانهم لو يردونكم يعني يرجعونكم أيها المسلمون من بعد إيمانكم إلى الكفر فتصبحون مثلهم لماذا كان هذا الود والحب حسدا من عند أنفسهم لأنهم يحسدونكم لذا يريدون إرجاعكم إلى الكفر يحسدونهم على إيمانهم وعلى تقدمهم في الحياة وهذا الحب لم يكن ناشئا من تدين أهل الكتاب فيأسفون على المسلمين لماذا تركوا دينهم السابق وأسلموا بل هذا الحب من عند أنفسهم يعني من سوء سريرتهم تشهيا وحسب أهوائهم فمبدأ الحب هوى النفس للدين من بعد ما تبين لهم الحق تبين لأهل الكتاب بأن الرسول هو الحق فلم يكن هذا التمني لأجل جهلهم بدين الإسلام وحقيقة الرسول صلى الله عليه وآله بل لأجل الحسد فما هي وظيفة المسلمين وما هو موقفهم تجاه هؤلاء الجواب فعفوا واصفحوا أيها المسلمون اعفوا عنهم ولا تآخذوهم واصفحوا عن أعمال الكفار ولا تعاتبوهم ولا تقابلوا إساءتهم بالمثل إلى متى حتى يأتي الله بأمره هذا الأمر إما أمر تكويني بهدايتهم أو إبادتهم أو أمر تشريعي بتشريع قتالهم وإجلائهم أو أخذ الجزية منهم إن الله على كل شيء قدير فسيأتي ذلك اليوم الذي يأذن الله تبارك وتعالى بالقضاء عليهم فالإسلام يدعو إلى دينه بما هو أليق فتارة بالصفح وأخرى بالعقاب وهذه الآية تدل على أن المسلمين كانوا يتمكنون من الانتقام من اليهود فأنه لا معنى لأمر العاجز بالعافو ولعل سبب العافو هو تحبيب قلوبهم إلى الإسلام فأن الذي يشاهد سماحة المسلمين وعدم رد الإساءة إلا بالإحسان يلين قلبه فيرجع إلى رشده أو لأي سبب آخر كعدم المصلحة أو لإتمام الحجة أو لإعطائهم فرصة أخرى أو ما أشبه ذلك وفي الحديث الشريف ولقدرته على الأشياء قدر ما هو الأصلح لكم في تعبده إياكم من مداراتهم ومقابلتهم بالجدال بالتي هي أحسن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين